مزارة الداخلية قامت بحملات ومدهمات ضخمة لاستهداف وملاحقة تجار المواد المخدرة ونجحت إدارة مكافحة المخدرات في أنها تطبط خلال شهر واحد اللي هو شهر الماضي 1246 قضية متهم فيها 1391 شخص خلال المدهمات دي طبطت حوالي 2 طن من مخدر البنجو 434 كيلو من مخدر الحشيش 55 كيلو هيروين 12 كيلو ستروكس ده غير كميات كبيرة من الأفيون والأقراص المخدرة القيمة المالية للمضبوطات دي بتصل إلى 64 مليون جنيه مصري لا شك أن الجهود الكبيرة التي تبزلها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الإتجار وتهريب المواد المخدرة دائما ما تؤتي بثمارها الإيجابية وهو ما يشهد عليها حجم عدد القضايا المضبوطة والتراجع الكبير في الإتجار والجلب كل ذلك يسهم في النهاية في الحفاظ على صروة البلاد من الشباب ويحمي الاقتصاد من التدعيات السلبية لها فخلال شهر مايو نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط 1246 قضية بلغ عدد المتهمين المقبوض عليهم فيها 1391 متهما وخلال شهر مايو تنوعت المضبوطات من المواد المخدرة فقد تمكنت الإدارة من ضبط ما يقارب طنين من مخدر البانغو ونحو نصف طن من مخدر الحشيش وأكثر من 55 كيلو جرام من مخدر الهروين كما نجحت الإدارة في ضبط نحو 12 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وأكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الايس فضلاً عن أكثر من 3 كيلو جرامات من مخدر الأفيون وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تمكنت الإدارة خلال شهر مايو من ضبط ما يقارب 89 ألف كرس مخدر متنوع و7600 كرس كبتاجون وما يقارب 5000 كرس وأنبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 64 مليون جنيه الإدارة نجحت في ضبط 6 قضايا في مجال غسل الأموال بقيمة قرابة 86 مليون جنيه من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 19 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان إحصائيات وأرقام تؤكد على ما تبذله أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من جهود للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة ومدى النجاح الكبير المحقق على هذا الصعيد والذي يجنب البلاد كافة الآثار السلبية الناتجة عنها سواء مجتمعيا أو اقتصاديا